العراق أرض تغص بالمآسي الخدمية والإنسانية منذ عام 2003 وحتى اليوم أقصى أوجه هذه المآسي أزمة النازحين على أراضيه والذين يقدر عددهم اليوم بنحو مليوني نازح لا يزالون يعيشون مرارات التشرد منذ سنوات طويلة منظمة كير العالمية للمساعدات الإنسانية سلطت الضوء على المآسي التي يعيشها العراقيون اليوم ومنها أن 6 ملايين و700 ألف شخص يحتاجون لمساعدات إنسانية أساسية من هؤلاء تقول المنظمة الإنسانية مليون وثمانمائة ألف شخص لا يزالون مشردين في مناطق شمالي العراق وذهبت المنظمة أبعد في وصف مآسي العراقيين وبالذات النازحين المشردين منهم محذرة من أي نقص في تمويل الأنشطة الإنسانية في مناطق شمالي العراق الأمر الذي سيعرض حياة أعداد لا حصر لها من الناس للخطر بحسب المنظمة مدير بعثة منظمة كير الدولية في العراق ويندي بارون طالبت جهات الدولية المانحة بالاستمرار في تمويل الاحتياجات الإنسانية في العراق بشكل يلبي المتطلبات ورأى بارون أنه إلى جانب التمويل هناك حاجة ماسة لبدل المزيد من الجهود للتوصل إلى حلول دائمة للذين لا يستطيعون العودة لمناطقهم بسبب دمارها أو لا يريدون العودة للمناطق التي تعرضوا فيها لانتهاكات مروعة لحقوق الإنسان بارون عبر كذلك عن مخاوف المنظمة من نقص أصاب التمويلات الإنسانية منذ عدة سنوات الأمر الذي وضع المنظمة في ظروف حريجة بحسب قوله حيث سحب مانحون تمويلاتهم للمخيمات ووجه اهتمامهم إلى مناطق أخرى في العراق مثل الموصل من عكس على التمويل بشكل كبير جدا بارون بيّن كذلك رفض المنظمة تعريض حياة الناس للخطر من خلال قطع الخدمات الأساسية عنهم مثل مياه الشرب أو الخدمات الصحية والرعاية الطبية الأمر الذي يفاقم ظروف معيشتهم السيئات في المخيمات منذ سنوات طويلة ترجمة نانسي قنقر